السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي إن شاء الله النهاردة هتكلم معكم في أكثر من موضوع هتكلم معكم عن آخر أخبار المنتخب السوري وتدريباته وآخر أخبار المؤتمر الصحفي غدا وهتكلم معكم أيضا عن تصريحات الكابتن بشار محمد المنصق الإعلامي للمنتخب السوري الأول للرجال وأيضا هتكلم معكم بإذن الله عن فقرة آخر أخبار الملكاته السوري وفي الآخر سنرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة ونذهب فورا ولكن قبل أن نبدأ الكابتن أياز عثمان ما زال مصرا على أن يخطب ود الكابتن فجر إبراهيم ويحاول بشتى السبل والطرق أن يصل إلى أن يكون لعبا في المنتخب السوري الأول للرجال سبق وجلنا أن الكابتن فجر إبراهيم قرر أكثر من مرة أن يستبعد أياز عثمان لأسباب كثيرة وقال أكثر من مرة أن هناك أسباب فنية وأسباب أخرى سلوكية ولكن عندما سئل بعد كده ألح وقال أن الأسباب فنية فقط وأنه لديه من هو أفضل من أياز عثمان داخل المنتخب في نفس المركز وبالتالي صعب أن أياز عثمان يشارك ولكن أياز عثمان قبل قليل نشر على صفحاته الرسمية على انستجرام في قسم الستوريز تحديدا تلك الصورة التي أمامكم وفيها محاولة لخطب ود فجر إبراهيم صورة تجمع لاعب المنتخب السوري الأول للرجال وهو موجود على الطرف أو أقصى طرف اليسار ونشر أيضا من قبل صورة أخرى فيها يرتدي قميص المنتخب السوري الأول للرجال كل التوفيق لأياز عثمان أعتقد أن في الأيام المقبلة قد يفكر الكابتن فجر إبراهيم أن يستعين بخدمات أياز عثمان يعني في هدية نظري الشخصية لأنه أنت عند غياب عمر خريبين أربع أسابيع وفي الغالب لن يشارك أمام الصين أضف إلى ذلك أن أحمد الصالح لن يشارك أمام غوام أضف إلى ذلك أن الكابتن فجر إبراهيم من شخصياته أنه ليس لديه أوراق كتيرة ما بيحبش أنه يغير كتير هو دايما لديه أوراق معينة يحاول أن يتعامل داخل تلك الأوراق أما أن يأتي بأوراق جريدة فهو لا يريد ولا يفكر في أن يفعل هذا طبعا ده من خلال تحليلي ووجهة نظري الشخصية ومن خلال قراءتي للمشهد الرياضي تحديدا الكابتن فجر إبراهيم وعند الحديث عن المنتخب السوري اليوم كان فيه برنامج تدريبي صباحي من البرنامج التدريبي المعد للمنتخب السوري الأول للرجال تم الحمد لله على خير بفضل الله وطبعا الكابتن فجر إبراهيم وضح أكتر من مرة داخل التدريب الصبح على أن هناك مشكلة حدثت خلال مباراة المالديف وأنه يريد أن يحترم الخصم أمام غوام ويريد أن يقدم أداء جيد ويريد أن يتلافى ما كان موجودا من عيوب ومشكلات داخل المنتخب في مباراة المالديف وأكد على روح العمل الجماعي وأكد على أنه يثق في اللاعبين ويريد أن يظهر مستواهم الحقيقي وما يملكون من خبرة وحماس وإرادة قوية وأنه يريد أن يرضي الجماهير السورية والجماهير المحبة للمنتخب السوري الأول للرجال واليوم ليلا قبل قليل حوالي قبل ساعة كان في ميران مسائي وتم التركيز خلال الميران المسائي على تقسيمة خاصة بالكرات الثابتة واضح أن الكابتن فجر إبراهيم في الأيام المقبلة هيحاول أنه يتعامل مع الكرات الثابتة الضربات الركنية والفاولات بشكل مختلف تحديدا وأن عمر السومة جاب هدف في مباراة المالديف الهدف الأول من خلال كرة ثابت أما عن الحديث عن الكابتن عمر خريبين وإحنا كنا جلنا أنه للأسف سيغيب عن المنتخب وعن الملاعب حتى مع نادي الهلال طيلة أربع سبيع المقبلة بسبب الإصابة وبالتالي تم تحت فرصة الصفر لعمر خريبين للسعودية كي يتلقى بقية علاجه داخل نادي الهلال عشان يستطيع أنه يصل إلى حالة سريعة من الاستشفاء بإذن الله في نادي الهلال وغدا إن شاء الله بإذن الله سيعقد الكابتن فجر إبراهيم المؤتمر الصحفي الرسمي قبل مباراة غوام وسيتم تحديد بعض الأمور وأيضا بالمناسبة المباراة بإذن الله مباراة سوريا وغوام لن تكون على ملعب زي المباراة اللي فاتت شباب الأهلي ولكن هتكون إن شاء الله على استاد مكتوم بالإمارات بإذن الله ونذهب لنقطة أخرى والحديث عن تصريحات الكابتن بشار محمد والتي كان فيها دفاعا واضحا عن الكابتن فجر إبراهيم والتصريحات مذكورة على الصفحة الرسمية على الفيسبوك لإذاعة شام اف ام السورية قال اليوم منتخب سوريا يفوز ويشتم المدرب يخسر المنتخب ويشتم المدرب التصريح الثاني اليوم إذا كانت إقالة المدرب تحسن المستوى يجب أن يتحرك الاتحاد وهنا تلميح أنه يقول ليس في أيدينا أن نترك المنتخب ولا يحق لنا أن نترك المنتخب إذا كان الاتحاد السوري لكرة القدم يريد أن يقيل الكابتن فجر إبراهيم فسيقيله تلقائيا دون الاستعانة بأي أحد ولكن واضح أن هم متشبثين ومتمسكين بما يسمونه مهمة وطنية مع المنتخب السوري الأول لرجال والتصريح الأخير الضغط الفيسبوكي على اللاعبين لا يمر مرور الكرام هو يقول أو يقصد من وجهة نظري الشخصية أنه يقول أن بعض الصفحات على الفيسبوكي تضغط على اللاعبين وتجعلهم يخرجون عن تركيزهم داخل المباراة وأنا ما أعتقدش ده لأننا متابع كويس جدا جدا لكل الصفحات الخاصة بكرة القدم السورية الرسمية وغير الرسمية الكبيرة والصغيرة حتى لو الصفحة عليها ألف متابع أنا بتابع الصفحة في الغالب صفحات كرة القدم السورية والتي تتابع أخبار كرة القدم السورية هي لا تفعل إلا أن تظهر وتبروز مجهود لعب المنتخب السوري ما فيش أي صفحة من وجهة نظري بتنتقد أداء لاعب فيما على الكابتن فجري إبراهيم طبعا في اليومين اللي فاتوا هناك انتقادات واسعة جدا جدا على أداء الكابتن فجري إبراهيم تحديدا في مباراة المالديف وصلنا معكم لفقرة آخر أخبار مركاته السوري رسميا نادي الساحل يعلن تعاقدي مع اللاعب أسعد الخضر قادما من نادي حطين وصلنا معكم للفقرة الأخيرة وفيها ردنا على بعض من تعليقاتكم الكريمة والتعليق الأول من حساب يحمل اسم محمد سعيد شكرا لك أخي الكريم ممكن ترد على تعليق يمين تتوقع بديل فجر إبراهيم أتوقع يا أخي الغالي أن يكون البديل أي كابتن غير الكابتن أيمن الحكيم لماذا؟ لأن الكابتن أيمن الحكيم قدم أداء طيبا مع الأولمبي وهو في مشواره مع الأولمبي ونهايات تصفيات كاس آسيا لتحت 23 سنة على الأبواب لذلك أرى أن الكابتن أيمن الحكيم مستمر مع الأولمبي فأنا شايف أن الكابتن أيمن الحكيم لو كان هو البديل الوحيد فأنا ما عنديش مشكلة يكون مدرب المنتخب السوري الأول للرجال ولكن لو هناك بداء الأخرى فبها ونعمت أما من البديل من وجهة نظري الموجود على الساحة الآن هو الكابتن نظر محروس من وجهة نظري طبعا هو عنده شروط زي ما أكتر من مرة بيوضحها أنه يريد دعم لوجيستي ويريد بعض من المباريات الودية ويريد معسكر تدريب مغلق وأنا أرى أن هذه شروط منطقية يعني لا تحتاج لإمكانيات عليها للتنفيذ هي فقط قرارات من الاتحاد السولي لكرة القدم وتعليق آخر من حساب يحمل اسم محمد الأحمد أخي الكريم من فضلك توقيت مباراة الغد ما بين سوريا والبحرين ما هي القنوات النقلة وشكرا والله إلى الآن لم يتم تحديد التوقيت بعد ولكن في الغالب المباراة ولكن في الغالب المباراة هتكون زي اللي فاتت الساعة السابعة مساء بتوقيت دمشق أما القنوات النقلة المباراة في الغالب ليست منقولة لأن البحرين أو الاتحاد السوري لبحرين لن يصور المباراة بعد ولكن هناك بعض من التسجيلات من قبل الفريق التصوير الخاص بالمنتخب السوري الأولمبي وإن شاء الله بإذن الله في الغالب سيتم نشر مقتطفات من المباراة بعد المباراة بحوالي كم ساعة وتعليق آخر من حساب يحمل اسم يقول لا تستشهد بالآيات القرآنية الكريمة في مثل هذه المواطن التي هي من سفاسف الأمور وأهل مصر معروفين بحبهم لديننا الحنيف لكن لكل مقام المقال أتفق معك أخي الغالي وأيضا أخي سفير الحق قال ذكرت آية قرآنية وهي للجهاد في سبيل الله فهل تعتبر أن التدريب لرفع المستوى الفني والبدني جهاد في سبيل الله يا أخي الغالي طبعا أولا أنا أشكرك يا أخي الغالي وأشكرك يا أخي الغالي سفير الحق أنا ما كنت أقصده أنك لكي هناك سنة كونية لكي تصل إلى نقطة معينة أو لهدف معين عليك أن تبزل المجهود ولكن طبعا المقارنة لا تجب الجهاد المقصود في الآية القرآنية طبعا معروف أن الجهاد في سبيل الله ولكن طبعا أنا أقصد أن على من سألني على أنه يريد أن يكون لعبا في المنتخب السوري عليك يا أخي أن تبزل المجهود فقط ليس عليك إلا أن تبزل المجهود الموجه وأكرر شكري لسفير الحق وكليفر أس وبعتذر إذا كنت فهمت خطأ وتعليق آخر من حساب يحمل اسم سلمان أسام السلام عليكم أخي الكريم كم يجب أن يسجل المنتخب السوري من الأهداف في مباراة القادمة لكي يتصدر المجموعة أرجو الرد وشكرا على جهودك لإيصال المعلومات لا يا أخي الغالي الأمر من وجهة ناظري لن يكون بعدد الأهداف الأمر إما أن تتصدر المجموعة وذلك طبعا بالتغلب على غوام والتغلب على الصين وإذا لم يحدث هذا لا قدر الله لا قدر الله فليس أمام المنتخب السوري إلا أن يكون أفضل ثاني هناك بعض الصفحات على السوشال ميديا تقول أن المنتخب السوري الأول للرجال هو من ضمن أفضل ثواني بل هو الأفضل هو رقم واحد في أفضل الثواني هناك أربع منتخبات كأفضل ثواني سيتأهلوا إلى نهايات كأس العالم وكأس أسية ولكن أنا أعتقد أن إحنا مش المنطقة أن إحنا ندخل في تلك الحسابات على المنتخب السوري لو كان أي حد سامعني دلوقتي من الإدارة أو من الكادر التدريبي أن يسعى للفوز على الصين عشان مش عايزين ندخل في حسبة بيرما وتعليق آخر من حساب يحمل اسم علي دامراج فايف أخي قال عزيز ممكن رد على تعليقي أيمن الحكيم ممكن يكون مديل لفجر وفجر إبراهيم ممكن يدرب المنتخب الأولمبي رجاء الرد لا طبعا ممكن يكون أيمن الحكيم طبعا مدرب المنتخب السوري الأول للرجال ممكن منطقي ولكن أن فجر إبراهيم يعود ويرجع ويكون مدرب للأولمبي صعب بالمناسبة حتى لو عرد على الكابتن فجر إبراهيم من وجهة نظري الشخصية لن يرضى الكابتن فجر إبراهيم لأنه كان مع المنتخب الأول للرجال هل سيتراجع ويصبح مع الأولمبي؟ أعتقد أن الأمر صعب يصل إلى درجة الاستحالة تعليق آخر من حساب يحمل اسم نصور قاسيون أخي يرجى التأكد بأن عقد المدرب ينتهي في شهر مارس أزار 2020 والله أعلم أخي ألغالي أشكرك على التصحيح وأنا للأمانة ليس لداء معلومة ولكن قبل قليل شاهدت فيديو للدكتور داني على قناة دراما سبورت بوجه لي كل التقدير وكل التحية ووجدت أنه يقول أن عقد الكابتن فجر إبراهيم فعلا ينتهي في مارس أزار 2020 ولكن أنا ما عنديش معلومة مؤكدة ولكن الدكتور داني طبعا من المصادر الموفوقة بالنسبة لي في نهاية الفيديو أشكركم جدا على حسن المتابعة ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعيلوا زر الجرس كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد فيما يخص عالم كرة القدم السورية ولا تنسوا أن تتركوا لنا المزيد من تعليقاتكم الكريمة والرائعة والجميلة حتى نستطيع أن نرد عليها بإذن الله في الفيديو المقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته